بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج عندما ترى شخصا يتعمد أن يتجاهل وجودك رغم أنك موجود يتجاهل الكلام معك رغم أنك توجه له الكلام يتجه بوجهه إلى كل الاتجاهات ما عدا الجهة التي أنت فيها ماذا تفعل مع هكذا شخص؟ كما قال مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام إذا كان هذا الشخص عزيزا عليك بينك وبينه قرابة أو صداقة إلى غير ذلك اهجره ولا تضل أي بمعنى قدر الإمكان أن لا تتنازل له تماما فيتعود على مسالتي أن يتجاهلك وربما يضعك في موقف محرج أمام الآخرين تتحدث ولا يستمع لك تنظر إليه ولا ينظر إليك تحاول أن تلفت انتباهه وهو يتجاهلك أمام الجميع التكرار في هذا العمل يؤدي إلى أمرين أولاً بأنه يضغى ويتكبر وأنت تحتقر أمام الجميع لذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال لا تسعى بقدمك لمن يراك دونه فيحتقرك فاجعل انقطاعك عنه مقابل كبريائه فإن عزة النفس تضاهي حياة الملوك أي في بعض الأحيان لا بد أن لا تسعى بقدمك له أبداً لماذا؟ لأنه يراك دونه هذا الشخص إذا كان سواء كان صديقاً أو من المعارف أو من الأهل إلى غير ذلك لا تسعى له إذا كنت تشعر بأنه ينظر إليك بدونية وإذا كان الزوجة أو كان زوج أو كان ولد أو بنت فاهجرهم ولكن لا تطل كثيراً ولكن لا بد أن يشعروا بأنهم قد أخطأوا بتصرفهم هذا وكي لا يعاودونه مرة أخرى وكما يقول البعض هجرت البعض طوعاً هجرت البعض طوعاً لأنني رأيت قلوبهم تهوى فراقي نعم أشتاق لكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي وأرغب وصلهم دوماً ولكن طريق الذل لا تهواه ساقي في بعض الأحيان نعم هناك شخص له معزة له محبة مودة كبيرة في قلوبنا ولكن التواصل معه يؤدي بأنك تشعر دوماً بالذل والإهانة وبأنه لا قيمة لك أبداً التواصل معه يجعله يشعر بالعزة والغلبة والكبرياء إلى غير ذلك وتجعله متكبراً في بعض الأحيان هذا دارس تعلمه له وكذلك لتحافظ على علاقتك به لأنه إذا استمريت على هذه الطريقة أنت تتذلل له وهو يتكبر عليك ربما تقعان في مشكلة كبيرة نتيجة هذا التصرف يؤدي إلى قطع صلة الرحم تماماً قطع صلة الصداقة تماماً فأنت عندما تهجره قليلاً إنما أنت بفعلك هذا تعيده إلى صوابه وتريد لهذه العلاقة أن تستمر فأعمل على ذلك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام